يتواصل استعداد منتخبنا الوطني تحت قيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لمواجهتي موريتانيا ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة امم افريقيا في المغرب 2025 النهاردة اكتمل قوام المنتخب بصور وصلت الينا من داخل المعسكر لوصول اللاعبين المحترفين في الخارج وعلى رأسهم محمد صلاح قائد المنتخب ومعه صاحب الصورة عمر مرموش اللي خاض برفقة صلاح ومصطفى محمد وغيرهم ميران المنتخب اللي انتهى قبل قليل وبمعنويات عالية وعلى ما يبدو حتى ان اتحاد الكرة بيقصد فكرة ارسال الصور اللي فيها ابتسامات اعلاءا لروح معنوية لمنتخب بالفعل بيحقق نتائج ايجابية في المرحلة الاخيرة منذ توديع بطولة امم افريقيا من دور الستاشر وتغيير الجهاز الفني وقدوم الكابتن حسام حسن وخوض بعض الوديات ثم المشاركات الرسمية اللي صعدتنا على رأس مجموعتنا في تصفيات كأس العالم والان على رأس مجموعتنا في تصفيات امم افريقيا بين الصورتين بتعمر موش وصلاح كان صورة محمود صابر محمود صابر انضم لأول مرة الى قائمة المنتخب الوطني وده لو قرنتوا بانه هل هو بيلعب في نفس مركز اللعب اللي خرج من المعسكر النهاردة محمود نبيل دونجا فلا مش في نفس المركز دونجا اللي انضم مؤخرا في قائمة المنتخب تحت قيادة الكابتن حسام حسن لأول مرة تعرض لاصابة الاصابة عبارة عن مشاكل في العضلات الخلفية لو تفتكر دي كانت نفس الاصابة اللي جات له قبل مباراة السوبر الافريقي ما بين الزمارك والاهلي لكن يبدو ان الالام هذه المرة اكدت انه لن يستطيع على الاقل اللحاق بمباراة موريتانيا الاولى في تصفيات امم افريقيا هنا في القاهرة فخرج وانضم بديلا عنه محمود صابر ليه محمود صابر؟ بالنظرة السريعة كده هتلاقي انه ده في اطار رحلة الاحلال والتجديد اللي بيعملها الجهاز الفني للمنتخب وفي نفس الوقت مزيد من الدفعات المعنوية للاعبي المنتخب الاولمبي اللي تقلقوا فيها الاولمبياد ومن بعد الاولمبياد انضم حتى محمد النني قائد المنتخب في الاولمبياد وهو ليس لاعبا اولمبيا ومن بعده ومعاه انضم احمد عيد وتواصل انضمام ابراهيم عادل وحسام عبد المجيد كان بينضم في فترات للمنتخب الاولمبي وتباعا واضح انه ده بيبقى المنهج بما فيهم كمان قسامة فيصل النهاردة محمود صابر بينضم محمود صابر موسمه اللي فات مكانش هو الافضل على مستوى عدد المشاركات بدأ الموسم مع زد مشاركات قليلة ومنها الى بيرامد زعائدة من الاعارة مشاركات برضو قليلة لكن ختم الموسم بافضل شكل ممكن مشاركات مع المنتخب الاولمبي اكثر الفرق اللي هو بيلعب بقمصها بشكل منتظم تحت قيادة ميكالي كان ضمن ثلاثي خط وسط بيقوده سابقا احمد نبيل كوكا ومعاه محمد شحاتة ومعاه محمود صابر محمود صابر حتى رغم الغياب عن مبارتين في الاولمبياد صمم ميكالي على انضمامه وانضم بالفعل لاول مرة الى قائمة المنتخب الاول وبعد الاولمبياد وبعد ما شارك في اغلب المباريات بعد اول ما تشم لعبهمش لعب مع بيرامدز مرة تانية واختتم الدوري معهم في اخر مباراة قدام الدخلية لعب تقريبا تلت ساعة وبعدها لعب مبارتين في الدور التمهيدي من بطولة دوري ابطال افريقيا بقميص بيرامدز شوط في مباراة ومباراة كاملة اخرى قبل ما ينضم معارن الى سموحة وسموحة هي فرص اكبر في المشاركة ضمن فريق بيسعى تحت قيادة مديره الفني الكابتن احمد سامي لاستغلال مواهب كل اللاعبين وقدراتهم في خدمة المنظومة كاملة وهي المنظومة الزرقاء مبروك لمحمود صابر اعتقد ان التسلسل اللي حصل مؤخرا ممكن يعوضه عن موسم بكل تأكيد ما كانش الافضل تبقى لموهبة كبيرة بننتظر منها الكثير ضمن لعبي خط الوسط لعب على مستوى الكرة تحت رجليه وعلى مستوى التحركات وعلى مستوى التصويبات اللي بيحتاجها اكيد اي مدير فني واي منتخب قائمة المنتخب عموما اكتملت والمباراة يوم الجمعة اللي جاية امام منتخب موريتانيا ان شاء الله اسعار التذاكر اعلنتها النهاردة اتحاد الكرة او المنظمون للمباراة وجاءت اسعارها كدرجة تالتة بخمسة وسبعين جنيه بينما الدرجة التانية بميت جنيه والدرجة الاولى بمية وخمسين جنيه وهي في يوم اجازة وبالتالي ست نقاط نتمنى ان تضاف الى ست نقاط اخرى علشان تقدر تقول وقتها انه خلاص تأهلنا الى بطولة امم افريقيا بفكركم من الاربعة بيتأهل اتنين مباشرة الى امم افريقيا على ذكر اتحاد الكرة وبعيدا عن المنتخب الوطني